حتى أن الرئيس الروسي بلاباديمير بوتين أشار إلى أنه الدفع بالعملة الوطنية الروسية أمر خط أحمر لا يمكن الاستغناء عنه وبالتالي تعتبر كوارق ضغط قوية صحيح أنه عملة الروبل حققت مكاسب أنها قبل بداية الحرب كانت سعر عملة الروبل مقابل دولار تتراوح في حدود 60 إلى 70 روبل مقابل 1 دولار ثم ارتفعت مباشرة بعد بداية الأزمة أو العملية العسكرية إلى حدود 150 روبل لكل 1 دولار مع أنت بأكثر من ثلث أضعاف نعم فعلا ثم من خلال إجراءات لطبقها البنك المركزي والروسي ومن خلفه المحافظة المرأة القوية جدا استطاعت أن تخفض قيمة الروبل أو ترفع 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 نعم ترفع تخفض دولار مقابل روبل وترفع قيمة الروبل مقابل دولار استطاع اليوم في حدود أقل من 60 يعني حقق مكاسب يعني يوصل إلى ما قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت قيمة الروبل وهنا حققت مكاسب أولا على الجبهة الداخلية لأن في روسيا هناك جبهة داخلية تنتظر ما هي النتائج التي نحققها من هذه العملية العسكرية وبالتالي لما تحقق قيمة العملة المحلية ترتفع مقابل دولار أكيد أن على مستوى الجبهة الداخلية تنتعش لأن ستصبح الجبهة الداخلية أكثر قدرتها الشرائية سترتفع وتصبح أكثر ثراء مقابل مع ما تستورده من الخارج